أهلا بكم باش موانسين سنة ثالثة عدادي بنحل الهومورك اكسرسايز 2 نمبر 5 بيقول لي كده The opposite arrow diagram represents a relation R From the set X to the set Y قدامنا arrow diagram ده عبارة عن relation من X لحد A Y Where X negative 3 1 و 4 و Y 1,2,4,8 أول طلب في السؤال نمبر 5 قال لي عايز يعرف الـ R كل القصة كلها شوف الـ R طالع منين ورايح لفين أول واحدة عندنا negative 3 خرج منها R لحد الـ 1 وخرج منها R لحد الـ 8 يبقى negative 3 كما 1 و negative 3 كما إيه 8 تمام الـ 1 خرج منها R و المين للـ 2 تمام طب والـ 4 خرج منها R و المين للـ 4 تمام كده إحنا جاوبنا الطلب الأولين الطلب الثاني بيقول لي كده Is R function Y طيب هل R function هل كل element في X ظهر as the first projection مرة واحدة ولا في element اتقرر مرتين في element اتقرر مرتين فقولوا كده R is not a function ليه؟ because one of the elements one of the elements appear as a first projection twice عشان في element ظهر كم مرة مرتين أو مرتين من مرتين عايز تزود because one of the elements which is واتحدد هو مين which is negative 3 اتقرر أكتر من ايه؟ من مرتين الطلب الثالث بيقول لي find the value of X if X,2 belong to R طيب هو مين اللي راح للـ 2؟ مين اللي راح للـ 2؟ تعالك نشوف بص مين راح للـ 2؟ الـ 1 يبقى الـ X بكم؟ يبقى الـ X بـ 1 اعتقد سؤال بسيط خالص ومفوش اي مشكلة